أبو فاطمة الزهراء يسأل يقول هل على الذي يتقدم لخطبة امرأة أن يفصح لمن تقدم لهم عن بعض العيوب التي قد لا تظهر أثناء الخطبة كوجود حرق في جزء من جسمه أو سقوط شعر رأسه كاملا أو صعوبة في النطق وهل يلزم أهل المرأة إخبار من تقدم للزواج من عندهم بما قد عيب المرأة من عيوب خلقية أما العيوب المنفرة فنعم ينبغي أن يفصح عنها وذلك لأنها عيوب قد تنفر الطرف الآخر فيؤدي ذلك إلى نكد في العلاقة الزوجية ويدفعهم إلى سوء العشرة وإلى حصول مشكلاتهم في غناء عنها هذا في العيوب المنفرة نعم وليس لنا أن ندخل في تفاصيل ما هو منه مما تنفر منه عموم الناس مما تنفر منه النساء إن كان في الرجال أو ينفر منه الرجال إن كان في النساء لأن الزواج أريد أن يكون محققا للألفة والمودة كما قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فإذا كانت هذه العيوب عيوبا بالغة منفرة يمكن أن يشمئز منها الطرف الآخر فينبغي الإفصاح عنها ليكون ليتخذ بعد ذلك كل منهما قراره فيقبل أو يمضي في حال سبيله ويفتح الله تبارك وتعالى له بابا آخر أحسنتم فضل الشيء